أعلن البيت الأبيض عن ترشيح إيرينا رومانوفيسكي لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضية لدى العراق لتحل محل السفير ماثيو تولار فيما يقول مراقبون أن هذا التوجه يعكس دبلماسية أكثر تشددا مع الجماعات المسلحة ومحاولات ضعاف الدولة العراقية وتولت السفيرة منصبها سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت في العام 2020 وقبل تعيينها عملت نائبة المنسق الرئيسي لوزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب حيث أشرفت على تنسيق وتكامل أهداف سياسية مكافحة الإرهاب وتطوير وتنفيذ برامج المساعدة الأمريكية وبناء القدرات لمكافحة الإرهاب مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين فخلال ما يقرب من الأربعين عاما من الخدمة في مختلف الولايات الحكومية الأمريكية أصبحت السفيرة رومانوفيسكي خبيرة في شؤون الشرق الأوساط